السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في قناة بغادي ديوغو كديرين اش خباركم كنتمنى تكونوا في احسن احوال اليوم غادي نشوفوا بسيطلة صغار بسيطلة مينياتور بحشوة لديدة بديك رومي البصلاء الفلفلاء والجوبن كي يجيوا الديد ومختلفين على الشكل العادي اللي كنقدمو بيها عادة بسطيلة الى عجبتكم الوصفة كالعادة ما تنسوش تديروا لايك ولكنتو ما زال مشتركتوش في القناة وعجبوكم الوصفات مرحبا بيكم اشتركو وما تنسوش تفعلو الجرس اللي كين اسفل الفيديو باش توصلو بجديد الوصفات يلا مشيو نشوفو المقادير وطريقة تحضير غادي ناخدو بسلا نقطعوها قطع صغيرة ونديروها في مقلات مع شوية ديالزيت نوضعوها فوق النار تحرح تدبال وحنا مره مره كنحركو كي ما كتشوفو ومن الاحسن تكون البصلة بيضة ما تديروش البصلة حمره في الحشوات لان اللون ديالها ما كيجيش زوين وكيكون شوية المضاق ديالها مجهد بالمقارنة مع البصلة البيضة ثم غادي ناخدو فلفلاء الوان كذلك نقطعوها قطع صغيرة ممكن نديرو فلفلاء حمراء صفراء الخضراء انا كنفضل الفلفلاء حمراء في الحشوات وغا نخليو كذلك هاد الفلفلاء تشحروا حد شوية ثم غادي نضيفو قطع ديال ديك رومي اولا ديال سدر ديال الجاج على حسب شنو اللي متوفر انا اخديت ستيك ديال ديك رومي لا ديند وقطعتو طريفات صغار كي ما كتشوفو ثم غا نضيفو عدية ثم غا محكوكا في الحكاكا رقيقة البزار الخرقوم بلدي سكين جبير الملحة القرفة غير شوية ديال القرفة متكتروهاش لانها كتكتك حل الحشوة ومعي القادي التوابي الاربعة اللي هي الزعتر زعيترا ازير وورقة سيدنا موسا اه الى توفرات فهي كتتعطي واحد لده زوينة بزاف الهد الحشوة الى ما توفرتش ممكن انكم تستغنوا عليها غا نخلطو هاد المكونات مزيان ثم غا دي ناخدو حامدة صغيرة حامدة مصير حامدة صغيرة الى كانت الحامدة كبيرة غا دي ناخدو نصف حامدة دي الحامدة مصير غا نقطعوها قطع صغيرة وغا نضيفوها على الحشوة دينا هو هذا غا دي نخلطو ونغطيو على هاد الحشوة ونخليوها واحد شوية حتى نحسو ان القطع دي دي كرومي طابت فهي ما كتاخدش وقت لانها مقطع طريفات صغيرة ما غا ديش تاخد وقت كتير من بعد ملي طاب دي كرومي ونشفات الحشوة مزيان من الماء كنضيفو زيتون مقطع وايضا قصبرو معدنوس مقطعين هادو في اخر مرحلة غا دي نخلطو هاد المكونات ونخليوها واحد دقيقة ولاجووش فوق النار سفيو نطفوع الحشوة دينا ضروري ان الحشوة تكون ناشفة مزيان من الماء باش متخسرش لنا الورقة دي البسطيلة من بعد غا نخليو الحشوة دينا تبرد قبل ما نخدمو بيها ضروري سبرد مزيان من بعد ما بردت الحشوة كنضيفو عليها شوية دي الجبن محكوك ونأكد هنا الحشوة باردة صافيو الحشوة دينا جاهزة باش نخدمو بيها غا دي نحتاجو شوية ديال زبدة ديبة وابيض بيضة اللي غا دي نسدو بيه الورقة الاستفار ما نرميوش غا دي نحتاجوه باش ندهنو لوجه ديال البسطيلات وغا دي نحتاجو كذلك الورقة ديال بسطيلة الورقة صغيرة انا حضرتها في البيت وسبق لي حطيت لكم طريقة تحضير في المقلاد ديال طيفال غا تلقاو الرابط اسفل الفيديو وغا دي ناخدو الغطاء ديال اي قارورة عندكم في الدار اي قرعة الغطاء يكون صغير بالحجم اللي بغيتو اللي بغا حجم صغير بزاف ممكن انو يديرو اللي بغا شوية كبير كل واحد يحضرها على حساب رغبة ديالو دهنو الورقة ديال البسطيلة بشوية ديال زبدة وقطعناها ربوعة كيما كتشوفو كل ورقة قطعناها على ربعة وغا دي ناخدو كل بسطيلة غا ديكونو فيها جوج ديال ربوعة كناخدو الربع الاول وكنحطوه فوق الغطاء ديال القرعة ديال نيس كافي وغا دي نعمروا بالحشوة نحاولو نضغطو عليها باش تاخد شكل ديال هاداك الغطاء ثم غا ندهنو الجواني بابيض البيض وغا دي نجمعوهم إلا كنتوم كتستعملو ورقة ديال بسطيلة اللي غليضة فغا دي سكتافي وغير باربع واحد أما إلا كانت الورقة رقيقة فممكن أنكم تديرو جوج ديال طبقات سفيو غا دي نحط طبقة الأخيرة ونحاولو أن الجهة اللي كتكون حرشة ديال الورقة هي اللي سكون من جهتنا والجهة اللي ملسة هي اللي سكون على برة كنحاولو ندخلوها في الغطاء كيما كتشوفو باش ما تتقطعش وغا دي ناخدو هاديك الجهة اللي سدينا بالبيض هي اللي غا نديروها في الأسفل يعني غا دي نحطوها مقلوبة ونضغطو عليها حتى الدخل وندهنو الجوانب بأبيض البيض ونجمعوهم باش نسدو على لبسيت لدينا صافي نضغطو عليها واحد شوية تاخد شكل ديال القالب ونحاولو نجمعو هادوك الجوانب يبقاوا للأسفل وغا ديكون هادا هو شكل ديال بسطيلة ديالنا كيما كتشوفو فهي كتجي صغير ورا وغا دي نستفوهم في صافي حالي كتدخل الفرن ونوريكم واحدة اخرى نحطو الربع الاول فوق لغطة ونحطو الحشوة نحاولو نضغطو علي الحشوة باش تاخد شكل ديال لغطة وندهنو الجوانب بأبيض البيض غير شوية ونجمعوهم غا نحيدو هادا ونحطو الورقة الثانية ونحطو اللولة كنحطوها مقلوبة يعني الجهة اللي سدينها بالبيض هي اللي كتكون اسفل ندهنو الجوانب بأبيض البيض بنفس الطريقة وكنجمعوهم نجيبوهم للواسط كنتمنى الطريقة تكون واضحة وهذا غير اقتراح ممكن تشكلوهم على حسب رغبة ديالكم ممكن تديروهم ديسيقا او لا تديرو غير طبقة وحدة ديال الورقة ديال بسطيلة مهم كما بغيتو غادي نستمرو حتى نكملوهم كلهم وناخدو شوية ديال لسو السوجة كنضيفوه على اسفر البيض كنتربو مزيان ما تكتروش لسو السوجة غير قطارات فقط سوف يمكن دهنو البسطيلة ديالنا فالهدى اسفر ديال البيض مع لسو السوجة كيعطيهم واحد اللون نزوين ثم غادي ناخدو قطعة ديال تزين اي موتيف بغيتو وغادي نحطوها فوق البسطيلة ديالنا ونرشو شوية ديال البافو او بذور الخشخاش ممكن ترشوهم عشوائيا الى بغيتو وممكن تشكلوهم بهالطريق ممكن ايضا ترشوها باللوز ايفيلي وممكن تخليوهم غير بحلقك مدهونين فاتهمك يجيوزوينين فهادل اثناء الفران ديالنا يكون سخون مزيان غادي ندخلو البسطيلة ديالنا على درجة حرارة اقل من المتوسط حتى الطيب والتحمى ونخرجوها وغادي يكون هذا هو الشكل النهائي ديالطبق ديالنا دياليوم كانت منا الوصفة تعجبكم وتجربوها بصحة وراحة شكرا على المتابعة والى اللقاء مع وصفة جديدة